لسن فور لسن فور كمان اليوم نحكي بال ونفس الموضوع هم نحكي على الكاريرز نبدأ بالجرامر إن المرة الماضية إنه إيكون فيه كونسنت وحرف وي نحط الاس نعملها هلأ ننشوف القائدة تبع اليوم إنه شو يعني وكمان مثل هذه المرة الصح نحن عم نحكي على الأفعال بس هاي القائدة تنطبق حتى على الأسماء فإذا نعمل كلمة بصيرة الجامعة نحط لها اس لو كانت اسم نحط لها القائدة نفسها تنطبق عليها فإذا عنا أي كلمة بتنتهي بواحد من هدول الأحرف بدل ما نحط اس لحالة نحط اس مثلا I wish بتصير he or she wishes كمان كلمة wish ممكن تكون اسم فممكن نستعمل كلمة أتمنى أو أمني وش يعني فممكن نقول wishes كمان على الأمنيات كمان بتكون wishes وضفنا es لأنه كان بتنتهي بصوت الح ship نفس الشي you catch catch يعني يمسك و catch ممكن تكون يعني شغلة ممسوقة فنفس القائدة بتنطبق منقول he or she or it catches لاحظوا كيف بنهاية هذا الحرف بنهاية الكلمة كان في الصوت ch فزدنا es بدل اس لحالة مثال ثالث we tax tax يعني إنه ندفع ضرائب وممكن tax يكون اسم إنه الضريبة اسمها tax فنقول he or she taxes أو كمان إذا كان اسم بدنا نعمل taxes ضرائب كمان بتكون taxes es لأنه الكلمة انتهت بحرفة x they miss اه كمان آخرة لأنه انتهت بحرفة s ونزيد للس بالآخير حطينا es بدل اس لحالة they buzz buzz يعني يعمل صوت z مثل يعني صوت ضرائب هيك منقول he or she or it buzzes فمسلا ده b بيعي نحلة buzzes لأنه الحرف آخر كلمة كان حرف z حطينا لا es فهي قواعد درس اليوم هلأ الكلمات الجديدة تبع مقطع اليوم pediatrician 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 يعني طبيب أطفال pediatrician injection injection يعني إبري انجكشن 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 حطينا أو أبري edit edit يعني يصلح صحيح ورقة مثلا يصحح edit edit paper أو edit program edit software software هالكلمة عادة منستعملها مع الكمبيوتر عادة برامج كمبيوتر فبرمجيات software لاحظوا هالكلمة مركبة soft where soft يعني يطل لأن الشي مو ملموس where يأنه النوع برنامج software software type نحنا بنعف type type إذا إجت كفال يعني يدق عن آلة كاتبة أو على الكمبيوتر إذا إجت اسم يعني طباعة الآلة كاتبة أو طباعة الكمبيوتر type فممكن تكون فال type إنه يدق على الكمبيوتر أو على الآلة كاتبة أو إنه اسم solve يعني حل مشكلة solve solve the problem solve condition 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 يعني حالي مثل حالي صحية مثلا good condition bad condition حالي جيدة أو حالي سيئة condition condition college college يعني كلية college major major هو اختصاص بالكلية فإذا حدا عم يدرس chemistry بالcollege بنقول major in chemistry إذا واحد عم يدرس إنجليزي بالcollege بنقول english major design تصميم مثلا design software يعني تصميم برنامج كمبيوتر design نحظر جي ساكني design 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 information يعني معلومات information 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 complicated يعني مؤقد complicated 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 مؤقد هاي كلمات نص اليوم هلأ نبدأ بالمقطع بدأنا بالاسبوع الماضي حكينا عالكرييرز هلأ كمان منكمينا عالكرييرز جورج فهلأ اللي عم يحكي اسمه جورج hi i am jorge i am a pediatrician i like to help sick children i check the condition of children sometimes i have to give them an injection after high school i went to college for four years My major was biology. After college, I went to medical school for four years. I really enjoy my job. I like working with children and I enjoy talking to their parents. جورج عم بيعرف بحاله عم بيقول Hi, I'm George. I'm a pediatrician. فهو طبيب أطفال. And I like to help sick children. Sick يعني مريض. Children يعني أولاد. فهو he likes to help. يحب يساعد لأولاد المرضى. I check the condition. Check يعني يتفحص. فهو he checks the condition. يتفحص الحالة تبع الأولاد. Sometimes, أحيانا, I have to give them an injection. فهو أحيانا بيعطيهم injection. After high school. هلا عم يحكي على حاله. After high school. يعني بعد السانوية. I went to college for four years. راح القالج عالكلية أربع سنين. My major was biology. فالمajor تبعه كان بالبيولوجيا. علم الأحياء. Biology هو علم الأحياء. أو حتى بالعربي ما يسميه بيولوجيا. After college. I went to medical school for four years. Went here. فعال الماضي تبعه. فبعد ما خلص القالج. راح عال medical school. يلي هي كلية الطب. Medical. طبية. School. مدرسة. مدرسة الطب. أو كلية الطب. For four years. I really enjoy my job. Enjoy يعني يستمتع. I really enjoy my job. يعني أنا بستمتع بالعمل تبعي. I like working with children. And I enjoy talking to their parents. فهو بيحب الأولاد بيحب يحكي مع أهليهون. نعيدة مرة تانية. George. Hi. I am George. I am a pediatrician. I like to help sick children. I check the condition of children. Sometimes I have to give them an injection. After high school. I went to college for four years. My major was biology. After college. I went to medical school for four years. I really enjoy my job. I like working with children. And I enjoy talking to their parents. الصفحة التانية من المقطع. جس ساعة نحكي بالكرييرز. Claudia. هل اليوم تحكي اسمها? Claudia. Hi. I am Claudia. I design computer software. I use a computer every day at work. I have to type a lot of information. I also try to solve complicated problems. After high school. I went to college for four years. My major was computer science. After college. I found a job in a software company. I have worked there for ten years. I like my job. I design new programs. And edit. And to edit old ones. فقلوديا عمد اوشي عمتعرف في حال عبدول انا Claudia. I design computer software. فعبدول انا بصمم برمجيات او برامج كمبيوتر. و انا بستعمل. I use computer every day. انا بستعمل كمبيوتر كل يوم بالعمل. I have to type information. A lot of information. فهي بدأ عن كمبيوتر معلومات كتير. I also try to solve complicated problems. فعندول انا كمان also يعني كمان try وحاول ان احل مشاكل معقدة. Complicated problems. After high school. يعني بعد الثانوية. I went to college. متل جوج تمام. Went to college for four years. فراحت عالقالج عالكلية لمدة أربع سنوات. my major الاختصاص تبعها كان computer science science يعني علم computer كلها تنام نعرف جهوة computer فهي كان الماجر تبعها اختصاصة علم الكمبيوتر computer science After college I found a job in a software company فبعد القالج لأت وجدت عمل software company بشركة شركة برمجيات I have worked there for ten years فهي عملت مع شركة البرمجيات لمدة عشر سنوات I like my job فهي بتحب العمل تبعها I design new programs and to edit old words فهي عملها بتصمم برامج حديثة وتصحح برامج قديمة old words تصص فيها old programs هاد النص تبع اليوم هلا نشوف الوظيفة بلا خليني إرها مرة تاني Claudia Hi I'm Claudia I design computer software I use a computer everyday at work I have to type a lot of information I also try to solve complicated problems after high school I went to college for four years my major was computer science after college I found a job in a software company I have worked there for ten years I like my job I design new programs and edit old words روزي في بدنا نضيف S أو E اس لها دول كلمات فواش شبط سير فاكس شبط سير إذا ننضيف عليهم ننضيف عليهم اس ولا اس win اس ولا اس pitch اس ولا اس انتبهوا موني cry نوعنا القاعدة اللي أخذناها الدرس الماضي cry نفس الشي try نفس الشي apply splash borrow watch بارو يعني يستعير splash يعني يطرش بالمي okay apply مثل apply for a job الكلمة أخذناها بالدرس الماضي okay آه كمان كمانات الوظيفة الأسئلة متعلقة بالنص what is george's job why does george enjoy his job what was claudia's major والسؤال الاستنتاجي هذا if you can have a career choice عم اسألكم لكم للطالبات if you can have a career choice إذا كان عنكن خيار للكارير which career would you choose okay هذا السؤال مو موجود بالنص هذا السؤال أنت تكنتنا أقولي إذا عنكن خيار لكارير شو الخيار لا حيكون تبعكم which career would you choose والسلام عليكم اشتركوا في القناة